تسعى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لمكافحة الاحتيال المالي وحماية أفراد المجتمع من الوقوع كضحايا لعمليات النصب المالية تعمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية على مواجهة الجريمة بكافة أنواعها الأمر الذي يعزز حماية أفراد المجتمع من تعرضهم لعمليات الاحتيال المالي والنصب من جهات وهمية للحصول على بياناتهم الشخصية ومن ثم سلب أموالهم طبعاً تلقت الإدارة العديد من البلاغات بخصوص الاحتيال الإلكتروني تم أخذ الإجراءات الغانونية في هذه البلاغات وصل عددها إلى 600 بلاغ تم حالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الغانونية تمكننا بالفعل من أرجاع العديد من المبالغ وذلك بالتعاون مع المصرف البحرين المركزي والبنوك التجارية وكذلك هي تنظيم الاتصالات وشركات الاتصال والمصارف التجارية في البحرين نوصي جميع المواطنين والمقيمين أنهم لا يصدقون أي اتصاليهم بإهامهم بأنهم فازوا في جائزة أو أن هناك معلومات يجب أن تحديثها في البنوك التجارية علمنا أن البنوك لا يوجد أي بنك يتصل في أي مواطن أو مقيم ويطلب منه هذه المعلومات عن طريق الهاتف طبعا لو في حال وقوع أي شخص في مثل هذه النوع من الجرائم في الحال يتصل في البنك المصدر البطاقة ويطلب منهم إيقاف الحساب أو الحساب العبر الإنترنت الخاص فيه وبعدها يتصل على خط الساخن الخاص بالإدارة 992 وبنقوم بدورنا إن شاء الله في تتبع هذه الأموال وإن شاء الله نقدر نسترجعها تتكامل جهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مع الجهات الأخرى ذات الصلة لتنفيذ أفضل الأنظمة والممارسات الدولية لمكافحة عمليات الاحتيال المالي يعني أحب في البداية أن أطمن مستخدمي تطبيقات بنفة وأنظماتها أن نحن نتبع أعلى معايير الأمن والسلامة التقنية فتقنياً يعني تقريباً شفل مستحيل لأنه يصيرها كالأحسابك ولكن الحالة اللي قاعد نشوفها حالياً أنه هي استغلال المعاملات الشخصية اللي نسميه social engineering إحنا بأن شخص يتصل لك ويطلب منك معلومات المعلومات هذه المفترضة لنا ما تعطيها أي أحد حتى المقربين لك OTP مثلاً اللي هو الوان تايم باسورنيك على ميسج المحتال يتصل لك يقول لك عطني هاي الأوتيبي وأحياناً في بعض الناس يعطونا الرقم السري مال البنفت في مال ولكن إحنا قاعد نقول لا تعطي أي أحد المعلومة ذي إذا خليت المعلومات هذه لك شخصياً ما بتنباق بإذن الله بالنسبة حق الطريقة اللي يدشون لك المحتالين أو الفروديسترز يدشك طقيق ميسج على تلفونك فيقول لك بتنتهي بطاقتك أو بينتهي حسابك أو فعل حسابك الإلكتروني في البنك أو حساب بنفت بيتغير عندك في شيء فلازم تسجل يودك على الرابط غير آمن يسحب مننا معلوماتك اللي موجودة عن اللي أنت تعرفها المفترض رقم تلفونك رقم الباسورد مالك والبنفت ومعلومات أخرى فيه أشياء تأخذ منك معلومات أخرى بعد ولكن هاي المعلومات تكفي فهو عنده رقم تلفونك وعنده الباسورد مالك باقي بس شنو يحصل الرمز التفعيل اللي يلك على المساج فيتصل لك أحيانا يخافك يقولك بينسك حسابك لا تخاف أحيانا يتكلم بلغة يعني قبل قانوا أجانب حين في عرب يتصلون يحترون فبعد لا تعطي المعلومة أي أحد إذا سوين هالشيء بإذن الله رح نحمي أنفسنا بشأن الاحتيالات اللي تصير لبعض العملاء في البحرين من بعض الجهات الخارجية اللي يستخصون أو يحاولون يأخذون المعلومات من الأفراد علشان يأخذون من حساباتهم بنك البحرين والكويت قام بعدة خطوات من أهمها التوعية الشديدة للعملاء زيادة الوعي عن طريق الكول سنتر في بي بي كي إعادة النظر في بعض الكنترولز حق البنك من أجل التوعية بس البنك عطى الكاستمر الامباورمنت أنه عنده الباسوورد مالذي فلازم ما يطلع ذي الباسوورد ويعطيه أي واحد يتصل عليه لأن ذي الباسوورد بمثابة المفتاح إذا عطيت المفتاح ذي تمكن ذي الشخص من أخذ المبالغ من حسابك وإرسالها إلى الخارج تمثل التوعية أحد أهم العناصر الأساسية في منظومة مكافحة الاحتيال المالي وذلك بتعزيز وعي أفراد المجتمع بمخاطر وأساليب الاحتيال المالي والمستجدات وسبل الوقاية منها ترجمة نانسي قنقر